سمع الشيخ راتب النابلسي من صديق له عن حدثة غريبة حيث أخبره أن رجلاً كان وصياً على أموال أولاد أخيه الأيتام وبقي لهم معه عشرون ألفاً ثمن بيت في ذلك الزمن فرفض أن يعطيهم المبلغ فشكوه إلى أحد العلماء فاستدعاه العالم واستدعى أولاد أخيه ولكن العم أصر على عدم الدفع فقال هذا العالم للأبناء الأيتام هذا عمكم فإياكم أن تشكوه للقضاء هذه الشكوى لا تليق بكم ولكن اشكوه إلى الله رب الأرض والسماء وقد تمت هذه الواقعة الساعة السادسة مساء حزن الشيخ راتب على الأبناء اليتامة ثم ذهب إلى داره حزيناً وفي صباح اليوم التالي وأثناء سير الشيخ راتب النابلسي بالطريق جاء رجل واستوقفه وقال له لقد تشاجر اثنان في حينا منذ ساعة وكان مع أحدهما سلاح فأطلق رصاصة ولكنها أخطأت خصمه وأصابت رجلاً كان يسمع أصوات الشجار فمد رأسه من دكانه وجاءت الرصاصة في عنقه قريباً من عموده الفقري فشل فوراً يا شيخناً أنت تحدثنا عن عدالة الله عز وجل فماذا صنع هذا الرجل المصاب؟ إنه تاجر فتح دكانه ليبيع الأقمشة ويسعى على عياله فأصابته رصاصة طائشة في عنقه فشل الرجل ولا ذنبله فأين عدالة الله؟ قال الشيخ النابلسي والله أنا أعرف أن الله عادل ولكنك أطلعتني على فصل من فصول حياة هذا الإنسان ولعل له فصولاً لا تعرفها أنت ولا أنا وأثناء حديث الرجل مع الشيخ راتب جاء صديق الشيخ الذي حدثه بالأمس عن العم الظالم وأبناء أخيه وقال له منذ قليل مد العم الذي حدثتك عنه بالأمس رأسه من دكانه ليتابع شجاراً بين متخاصمين فأصابته رصاصة وأصيب الرجل بالشلل إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون كاد الشيخ الراتب النابلسي أن يبكي وقال للرجل الذي سأله عن عدالة الله يا أخي لا يوجد في الدنيا شيء اسمه رصاصة طائشة أو أمر طائش وإنما كل بحكمة من الله بالغة فسبحانه من رب حكيم عادل لا يظلم عنده أحد مثقال ذرة إن خيراً فخير وإن شراً فشر فإذا غفلنا عن عدالة الأرض فلا نغفل عن عدالة رب السماء والأرض فهو القائل سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرى ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرى ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فتاة ألمانية شعرت بأعراض آلام شديدة تقتحم جسدها وهي في سن السابعة عشرة نتيجة لطفرة جينية تسببت في إصابتها بمرض البلاستيك أنيميا ولم يتمكن الأطباء من معرفة السبب الحقيقي لهذه الطفرة فأخبرت الفتاة الأطباء أنها قد تعرضت في طفولتها إلى لدغة أفعى عندما قامت مع أسرتها بجولة في غرب إفريقيا وقد أصابتها آنذاك بآلام شديدة وقد تسبب هذا الأمر في كثير من مشكلات الدم وكان من الضروري أن تقوم الفتاة بإجراء عملية زرع خلايا جذعية فقام الأطباء بإرسال عينات التحاليل التي تم أخذها من أسرة الفتاة للبحث عن شخص يتطابق معها من أجل التبرع بالخلايا الجذعية بعد التحاليل تم استقبال النتائج فلم يجد فيها أي شخص متطابق مع الفتاة إلا شقيقتها الصغرى والتي تبلغ من العمر تسعة أعوام ولكن الفتاة أعلنت رفضها لهذه العملية حيث أنها كانت تخشى من العلاج الكيميائي وتركت نفسها تصارع المرض الذي كان يهزمها يوما بعد يوم وعانت من حالة اكتئاب شديدة جعلتها طريحة الفراش وكانت على علم بأن المرض يتطور بمرور الوقت ولا بد من عملية زرع الخلايا الجذعية وبعد مرور ثلاث سنوات انتكست حالة الفتاة أكثر وهو ما جعل طبيبها يؤكد على ضرورة التعجيل بالعملية حيث أن نخاع العظم قد أصبح شبه فاشل ولكن الصدمة الأكبر وقعت حينما أجرت شقيقتها الصغرى التحاليل مرة أخرى وفي هذه المرة اختلفت نتيجة التطابق تماما بعد مرور ثلاثة أعوام ولم يعد هناك من يستطيع إنقاذ حياة الفتاة الألمانية التي كانت تحت الرعاية الطبية في حالة يرثى لها نفسيا وصحيا فأعلن الأطباء خلال رسالة عبر كل المواقع العالمية عن رغبتهم في متبرع للفتاة يتطابق معها وعلى الرغم من أن الأمر يبدو شبه مستحيل إلا أن كرم الله كان كبيرا حيث أنهم وجدوا متبرعة متطابقة تماما للفتاة وهي شابة عربية مسلمة اسمها فاطمة وهو ما أثار تعجب الأطباء حيث أن هذا لا يحدث إلا نادرة لأنه من المفترض علميا أن التطابق لا يكون إلا بين الأشقاء وفدت فاطمة إلى ألمانيا وتم إعداد الفتاة الألمانية للعملية والتي تمت بنجاح وتعافة الفتاة وكانت رغبتها تزداد في رؤية الإنسانة التي أنقذت حياتها وعندما حضرت فاطمة أسرعت بابتسامتها واحتضنت الفتاة الألمانية بحب كبير وكأنها صديقة طفولة ووسط دهشة الفتاة عرفت من فاطمة بأنها مسلمة وأن دينها يحثها على مساعدة أي إنسان بصرف النظر عن دينه وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله رحمة للعالمين وقد أوصل مسلمين في أكثر من حديث بالتراحم مع الآخرين ومن بينها حديثه صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فعبرت الفتاة عن شكرها وامتنانها لفاطمة وتبادلت الفتاتان أرقام التواصل والهدايا وبعد شهر فوجئت فاطمة برسالة من الفتاة الألمانية تخبرها بأنها قد أسلمت هي وكافة أسرتها عن اقتناع بعدما قرأت وعرفت الكثير عن الله في الإسلام وعن رسول الإسلام وشكرتها كثيرا لأنها كانت بمعروفها سببا للدخول في هذا الدين العظيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين شاب صالح وعلى تقى تعلق قلبه بابنة عمه الملتزمة والتي لا تترك وقتا إلا وذكرت الله فيه فطلب من والديه التقدم لخطبتها فوافق الوالدان كما وافقت أسرة العم وتمت الخطوبة وقبل عقد القران بيومين فوجئ الشاب بابنة عمه تأتي إليه باكية حزينة وتقول له بالأمس فوجئت بشاب يطلعني على ورقة زواج عرفي بيننا وعليها توقيعي وهددني بفتح أمر وإبلاغ الشرطة إن تم عقد القران بيننا بتهمة الجمع بين زوجين وأنا لا أعرف هذا الشاب نهائيا ولا أعلم كيف حصل على توقيعي وقد أعطاني عنوانه وطلب مني مبلغا كبيرا مقابل إعطاء الورقة وتطليقي لم يرد الشاب على قصة ابنة عمه ولو بكلمة واحدة فقط أخذ منها العنوان وفي اليوم التالي ذهب إلى الشاب وأعطاه المبلغ المطلوب وطلب منه ورقة الزواج العرفي وأن يحكي له كيف تم هذا الزواج فأعطاه الشاب الورقة وأخبره أن خطيبته طالق وليس له إلا ذلك ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا عاد بن العم وأعطى لخطيبته الورقة وذكر لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ثم قال لها في الغد سنقوم بعقد القران والزفاف من أجل عائلتنا فقط وستعيشين معي ستة أشهر كإخوة ومن بعدها سنختلق مشكلة ثم أقوم بتطنيقك ويظل ما بيننا سرها بكت ابنة العم وأقسمت أنها ما رأت هذا الشاب من قبل وأن أحدا لم يلمسها طوال حياتها ولكن ابن العم أصر على قراره وتم الزواج ورسم الزوج علامات السعادة على وجهه أمام الناس وكان بين الحين والآخر يأخذ زوجته إلى المتنزهات والمطاعم والأقارب حتى لا يكون مقصرا معها وكانت الزوجة في ثلث الأخير من كل ليلة تصلي وتدعو الله أن يظهر براءتها ولا يطلقها زوجها حتى انتهت الأشهر الستة وجاء وقت الطلاق وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين كانت الزوجة تستعد لهذه اللحظة بالدموع والحزن الشديد ولكنها فوجئت بزوجها يقول لها زوجة العزيزة مرت ستة أشهر ما رأيتك فيها إلا وتصلي فروضك بوقتها مهتمة ببيتك وبي وبنفسك بارة بوالدي ووالديك رأيت فيك صفات المرأة المسلمة التي أتمناها وتأكدت تماما من براءتك في قصة عقد الزواج العرفي رغم أنك أخطأت خطأ غير مقصود فقد علمت أن الشاب الذي قابلته وأخذت منه الورقة هو شقيق زميلة لك بالجامعة وقد أخذت شقيقته توقيعك وتوقيع كل زميلاتك بعد كتابة كلمة لها على أوتوغراف بمناسبة انتهاء الدراسة الجامعية ثم أعطت شقيقها هذه التوقيعات وكان من أخطر المزورين فقام بتزوير توقيعك والكثير من توقيعات زميلاتك على أوراق تثبت زواجه من كن ومنذ أيام تم القبض عليه وعلى أخته ووجدوا عندهما أوراق زواج عرفي وتنازل عن أملاك وإيصالات أمانة وغير ذلك فرحت الزوجة بكلام زوجها الرائع عنها وبخبر براءتها وسجدت لله شكرا على استجابته لدعائها من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون